دادت عن ظاهرة في كل مرة نسجلها مع اقتراب أي موسم أو مناسبة نسجل ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية خاصة الخضر والفواكه في كل مرة يتم تفسيرها بمعادلة العرض والطلب لماذا؟ هل نستطيع التحكم في حجم ربما الاستهلاك المواد الغذائية في الجزائر؟ جميل في البداية نشكر قناة النهار على هذه الاستضافة الطيبة كما قلت يا الأختي الكريمة أنه على مقربة كل موسم أو مناسبة دينية واجتماعية ترتفع الأسعار بشكل جنوني ورهيب هذا الشيء راجع لعدة عوامل مكان شحم الواحد فقط كما نعرف أن السوق الجزائري تحكم فيه قانون واحد اللي هو قانون العرض والطلب ولكن للأسف هذا القانون في حد ذاته التطبيق تعه على الواقع فيه العديد من النقائص يعني تركنا السوق الوحد للعرض والطلب ولكن لا توجد أخلاقيات في ممارسة هذا العمل اللي هو العرض والطلب يعني يظهر لك أنه العرض قليل وهما يتحكموا في العرض القليل يعني لكي يرتفع السعر يعني كين أيادة أخرى اللي هي تتحكم في العرض هذا والكمية على العرض حتى تتحكم في السعر وبالتالي يجب وضع استراتيجية أقول استراتيجية تبدأ من الفلاح يعني من زراعة هذا الخضر والفواكه إلى غاية وصولها إلى المستهلك كآخر مرحلة يعني عادة نلومه بشكل سطحي نلومه التاجر البسيط هو عنده هامش ربح محدود يعني وممكن حتى كما قالوا في الروبرتاج التجار أنه حتى السلعة التاحة ممكن تفسد يعني العوامل الحرارة وكذا وهو ممكن يكون عنده هامش ربح قليل الربح الزائد يعني الناس اللي راهي مستفيدة من هذه الأزمة وتخلق هذه الأزمة هم المضاربين يعني الناس اللي بين الفلاح والتاجر البسيط أو المستهلك المباشر يعني في هذه الحلقة كلما تزيد السلسلة يزيد السماصرة وتزيد تنتقل السلعة من شخص إلى آخر من مكان لآخر رح تزيد السعر تاحها وبالتالي يوصل إلى السعر الخيالي لدى المستهلك لو نرجع للفلاح هذا السلع المتوفر في الأسواق البطاطا ب90 و80 دينار لو نسأل الفلاح ممكن أنه جناها وباحها في سوق الجملة أو للجملة باحها ب40 أو 30 دينار أو 35 حتى ما تغطيلوش أحيانا تكلفات الجنية تحذل المنتوجات على هذا يجب وضع وقطع الطريق أمام السماصرة والمضاربين في هذا المنتهزي الفرص هذا الناس يغتنصوا الفرصة يعني عندهم إمكانية تعتوزيع وإمكانية تعتخزين حتى أنهم يتحكموا في الكمية وبما أنهم يتحكموا في الكمية يعني رح يتحكموا في السعر والناس حتى المستهلك يعني ما نحملش المسؤولينا فقط للمضاربين أيضا الناس اللي خلات لهم الفرصة يعني إحنا شدة الطالب وكلما توصل عفوا مناسبة دينية أو مناسبة من هذا النوع تجد الناس تتهافت على هذه المنتوجات حتى أنه الكمية اللي يحتاجها في يومين أو ثلث أيام تعالعيد ما تزيدش على كيلو غرام واحد في حين أنه تزيد الطالب عليها وبتالي الندرة ونستبع الشائعات حتى أنه الشائعة لما نتبعها رح نزيد نخلق الندرة أكثر